شهد اليوم فندق نبوتين الأعمال الورشة حول وضع نظم واحدة للتعليم العالي في دول إفريقيا المركزية المناسبة رأسى وزير التعليم العالي والبحث والابتكار البروفيسور مكاي حسن تايسو الحسن النور في هدور ممثلي دول إفريقيا المركزية انتلقت عمال الورشة التفاكرية حول وضع نظم عالية جديدة الهدفة إلى تسيير نظام التعليم العالي بصورة موحدة بدول إفريقيا المركزية في كلمته الافتتاحية الدكتور فليب ماكو قال أن الوضع الحالي الذي تعيشه القارة السمراء يحتاج منا وضع قطط واستراتيجيات جديدة في جميع المجالات سيما التعليم الذي يعتبر الركيز العساسية لكل البلدان وأن هذا المحضر الذي تناقشه الورشة تم اعتماده في الاجتماع الذي عقد بمالابو عاصمة قينيا الاستوائية في مايو عام 2012 وزير التعليم العالي والبحث والابتكار البروفيسور مكاي حسن تايسو خلال افتتاحه لأعمال هذه الورشة قال أن مثل هذه الاستراتيجيات سيكون لها دور فعال في توجيه النظام التعليمي بدول افريقيا المركزية في اونيو افريقيا الناس عندهم نظام كتير ونظام اجينا فاتنا هذا نظام الراسة قراروا ليساعدوا التعليم العالي وحسا مشي شفتو ممثلين هنا دول كتير هنا سياسي وصلوا هنا ومن نظام داخلتوا داب اول مرة بدوشان يدربوا الكوادر القاعدين في تعليم الآلي وبلغوا مشي لنقول سياسي ثم قدوا سياسة ويدة في افريقيا وان من المؤكد فان مخرجات هذه الورشة التي تستمر لمدة جومين ستكون نظام عمل جديد في الجامعات بدول افريقيا المركزية